عباد الله القرآن الكريم كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين نزل به جبريل الروح الأمين على قلب أحب خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وعلى خير أمة أخرجت للناس وبرسان عربي مبين أنزله في أفضل زمان في جهر رمضان وفي أشرف لياليه في ليلة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فالفرقان كلام الله منزل يفرق بين الحق والباطل وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنبأ العظيم وهو أحسن الحديث وأعلاه والقول الفصل في لفظه ومعناه قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضعبها للناس لعلهم يتفكرون إن كتابا بهذه العظمة والمنزلة جدير بأن يقوم المؤمن بحقه حق القيام بتلاوته وتدبره والعمل به ومن رام لسعادة الدارين فليلزم ما بين دفتيه لأنه كتاب الحازاه له أعلى المنازل لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيها المسلمون رأس سعادتكم القرآن وهو المخرج من الفتن التي تحيط بكم فاجعلوا لأنفسكم ورد الكل يوم لا تتركوه فهو سبب للخير والبركة في الأوقات ومن قرأ حرفا من كتاب الله فلهوا به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف الله أكبر الله أكبر فكيف بالإكثار من ختماته حتى الذي تتعتع فيه له أجران ومن هذا الملبر أيها الأبو أيها الأم استوصوا بالأجيال خيرا ونشئوهم على حب كتاب الله وعلموهم العيش في رحابه بتوجيههم إلى المدارس القرآنية فوالله لو تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأصبحنا أمة عزيزة أبية شامخة فأبناءكم أمانة في أعناقكم فإياكم مخيانة الأمانة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا